اشتركوا في القناة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين ايده الله ورعاه وتمنيات جلالته الى فخامته بدوام الصحة والسعادة والتقدم لجمهورية الشيشان وشعبها الصديق وقال المقدم الركن سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة اننا سعداء بتواجدنا بجمهورية الشيشان الصديقة فجمهورية الشيشان من الدول التي تربطها علاقات متميزة مع مملكة البحرين على مختلف الاصعدة ونحن نتطلع من خلال هذه الزيارة لتعزيز تلك العلاقات الثنائية بين البلدين واضاف سموه وانا اود في هذا المقام ان نشكر فخامتكم على حسن الاستقبال والضيافة مقدرين جهودكم الكبيرة في دعم العلاقات البحرينية الشيشانية في مختلف المجالات متمنين لفخامتكم موفور الصحة والعافية ولبلدكم مزيدا من التقدم والازدهار وقد حمل فخامة الرئيس الشيشاني المقدم الركن سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة تحيات فخامته الى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه وتمنياته للبحرين المزيد من الرفعة والتقدم وقال الرئيس قدروف ان زيارة سموكم لجمهورية الشيشان تعزز العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين ونتمنى لسموكم وللوفد المرافق لكم طيب الاقامة في بلدكم الثاني مشيدا فخامته بالجهود المتميزة لسمو شيخ خالد بن حمد الخليفة في بناء جسور التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة في نمو العلاقات وتطورها في العديد من المجالات بعدها اقام فخامة الرئيس الشيشاني مادبة عشاء على شرف المقدم الركن سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة حضرها كبار المسؤولين في الجمهورية الشيشانية وسعادة السيد احمد عبد الرحمن السعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا للتحادية والوفد المرافق لسموه